بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ الآن في شرح مراحل وخطوات صنع القرارات الإدارية والتي يمكن تحديدها في عدة مراحل أولا مرحلة التعريف بالمشكلة أو تحديدها حيث لا تخلو المنظمات من مشكلات ومواقف تستلزم اتخاذ قرارات فورية أو قرارات لاحق وتأخذ المشكلات المتوقعة في المنظمات عدة صور قد تكون هناك مشكلات متعلقة بينك بنقص الكفاءة الإدارية أو مشكلات خاصة بتوقف مفاجئ في العمليات الإنتاجية أو فرصة تسوقية يجب عدم تفويتها نأتي بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تحديد البدائل في هذه المرحلة أن كثير من المشكلات تتطلب حلا إداريا لكن هل كل المشكلات لا حل واحد لكن في الواقع نجد أن كثير من المشكلات لا يوجد لها حلا واحدا فوريا وهذا هو ما يسير صعوبات أمام متخذ القرار بمعنى أنه يجب على الإدارة أن تبدل قدر على اكتشاف وتحليل جميع الحلول الممكنة وقد لا تكون هذه البدائل جاهزة تحت تصرفها وقد يكون بعضها واضحا في عقول المسؤولين وبعضها غير ذلك ومهما تكون البدائل فإنها لابد أن تكون نابعة من طبيعة الظروف التي تواجهها المنظمة وفي بعض الأحيان قد يكون الحل الأفضل هو عدم اتخاذ قرار حول المشكلة وترك الأمور تسير على ما هو عليه كذلك أن البحث عن البدائل ليست عملية سهلة بل أن هناك كثيرا من العقبات التي قد تحد من قدرة المدير على اختيار البديل المناسب بمعنى قد يكون البديل الأفضل هو استخدام مزيد من التكنولوجيا في العملية الانتاجية ولكن الإدارة لا تستطيع ذلك حيث تواجه نقصا في الأموال المطلوبة نأتي بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة تقويم البدائل ومقارنة نتائجه تتحتم الطريقة العلمية في اتخاذ القرار والوصول إلى الحل الملائم استعراض جميع الحلول مطلوحة وتقويمها ومن هذا المنطلق فإن نتائج جميع الحلول لابد أن تكون واضحة أمام متخذ القرار ولكن لسوء الحظ يحدث دائما أن لا تكون جميع الحلول واضحة وقد تؤدي إلى مشكلات في المستقبل فالمستقبل غير معلوم والمعلومات المتوفرة قد لا تكون سليمة بنسبة 100% وعلى ذلك فإن تقويم البدائل يجب أن يتم على أساس اختيار الحل الذي يحقق نتائجه أقصى ما يمكن في تحقيق الأهداف ولو كان في الإمكان توفير المعلومات الصحيحة والكاملة فأي وقت من الأوقات لأصبح في إمكان الحاسب الآلي أن يختار البديل الأفضل فورا ومن هنا تبرز أهمية الحكم الشخص المدير وقدرته وبعد نظره في تقويم البدائل واختيار أفضلها كذلك أن على متخذ القرار أن يحصل على جميع المعلومات المتوفرة لديه وأن يصنفها حسب أهميتها وتأثيرها على القرار ذلك أنه قد لا تكون كل المعلومات المتوفرة على درجة كبيرة من الأهمية بل أن بعضها قد لا يرتبط إطلاقا بالمشكلة موضوع القرار نأتي بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة اختيار البديل الأفضل بعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الحرجة وهي اختيار الحل أو اتخاذ القرار وهي أصعب مرحلة بالنسبة لبعض المديرين ذلك أن الحل المختار قد يكون فعلا هو الحل المناسب وقد يضيف مزيدا من الخراب والتعقيد إلى المشكلة وقد يرفع مثل هذا القرار من موقع المدير وسمعته وقد يخسر بسببه المدير مركزه إذا ما أدى القرار إلى نتائج سلبية وسواء ان اتخذ القرار بعد هذه الخطوات العلمية أو بمحدة تصرف عارض من المدير فإن النتيجة هي التي ستقرر الحكم على المدير مستقبلا وعلى مدى صدق أحكامه الشخصية أو عجلها اشتركوا في القناة